طيب يعني نروح للوضع بقى في الأرض يعني احنا كنا عندنا قمة السلام وقمة تدعو إلى السلام ومع ذلك القصم مستمر على قطاع غزة يعني ايه هي النقطة؟ خليني وحتى يمكن البيان الرئاسي أشار لهذه النقطة أن احنا في هذه القمة بنحاول نوصل لأرض مشتركة بين المواقف السياسية المختلفة بين الجنسيات المختلفة بين الأديان المختلفة للوصول للنقطة المشتركة سميني للوصول للنقطة المشتركة؟ شوفي هو قمة القهرة للسلام النهاردة استقطبت عدد كبير جدا من الدول العربية أو الدول المنظمات الدولية أو حتى الدول الأوروبية والولايات المتحدة كان في تمثيل واضح للولايات المتحدة واليامان الاتحاد الأوروبي لإيطاليا اليونان قبرص إسبانيا بريطانيا أعتقد أنه كان فيه سياقات مختلفة كله كان فيه توافق على فكرة أهمية السعي لوقف هذا العنف وإدخال المساعدات ثم سياق السلام وهو النقطة الأهم في رسالة سلام واضحة قدمتها مصر وقدمها الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي كان محدد وواضح جدا وأكد ما سبق تأكيده خلال هذه الفترة أنه استمرار هذا الصراع لن يكون في صالح أي أطراف واتساعه قد يهدد المنطقة كلها الأمر الآخر هو إنهاء فكرة تصفية القضايا الفلسطينية أو ترحيل أهالي غزة إلى مصر أو الضفة فتصفية القضايا الفلسطينية وده أكد عليه الرئيس أبو مازل أنه لن نرحل ولن نترك أردنا وأنه الحل الدولتين أصبح مطروح على كل التفاصيل الحضور ده أنا بشوف أنه أي حد بيحلل هذا الموضوع فيه جزء الظهر وفيه الأجزاء الأخرى ورسائل اللي بيحملها هذا المؤتمر الرسائل اللي وجدها مصر واضحة وحاسمة بتحمل جزء كبير رسالة سلام واضحة بتحميها قوة وخطوط حمراء واضحة في هذا الأمر الجزء الآخر هو الرسائل النهاردة اللي بيحملها المشاركين في هذه القمة سواء رسائل حول وقف التصعيد سواء رسائل إلى أنه إسرائيل لم تحقق أكثر من قتل المدنيين وبالتالي حتى أهداف نيتنياهو لم يحقق الكثير من الأهداف التي أعلن مشكوك في أنه يكون نجح في تصفيت حماس أو هذا الأمر دون سم أن السير في قتل المدنيين والعدوان دون أفق في النهاية لن ينتج أي شيء دي رسالة واضحة جدا موجودة النهاردة ربما يكون في أطراف من الحاضرة كانت منحازة إلى الرواية الإسرائيلية أو ضد فكرة المقاومة أو المقاومة اللي بدأت لكن ده لا يصب في صالح القضية وفي صالح الحل أن هذا العنف سيولد مزيد من العنف قد يخرج عن سياق حتى غزة والضفة وقدار فلسطينية فدي هنا رسائل واضحة الأمر الثاني والمهم هو حجم ما يمكن أن ينتجه القمة بالحضره باللي شافه باللي حاملين رسائل فيما تعلق به الأسرى فيما تعلق به حالة القضية فيما تعلق به وجود اتجاهات مختلفة لكن هو تم قطع الطريق بشكل واضح على أي صفقات أو تصفية القضية الفلسطينية ولاتجاه إلى وقف هذا الصراع الذي لا ينتجه شيء وأظن أن المجتمع الأوروبي ومجتمع الأمريكي النهارة حجم التظاهرات حجم التأثر في الشارع والجامعات والشباب والمجتمعات دي بيخلخ للأمر لأنه أصبحت الصور يعني قتل المدنيين في غزة المستشفيات استهداف الكنائس استهداف ده كله أصبح سياق مهم يطلب وقف هذا الوضوان حتى لو يا أستاذ أكرم التصريحات الرسمية بتقول عكس ده يعني شعبيا فيه تعاطف وفيه محاولات لإبداء الغضب ولكن رسميا احنا بنشوف أنه المستشار الألماني منذ أيام بعد ما عاد من زيارته هنا راح وقال لا أنا لن يسمح بأي ظهار أو أي تظاهر ضد السامية أو أي غ... يعني ده كان نصا أمام الصحفيين